اشتركوا في القناة نصائحه وكيف بدأ كيف أسس هذه الامبراطورية الكبيرة وماذا كانت سياساته في افتتاح الفروع وما إلى ذلك طبعا في عدة اشياء ممكن نتعلمه منه لو انه بدأ بالستينات وما إلى ذلك ولكن بعدها تمشي عنده نصائح ألف كتاب صنع في أمريكا قبل ما يتوفى رح نبدأ الحلقة طبعا عن والمات مشاهدينا إذن سأبدأ الحلقة طبعا عن هتكون مركزة على والمارت سلسلة المتاجر أكبر ايبر ماركت في العالم وحركز أكتر على سام والتون طبعا المؤسس وهو اللي قام بكل العمل الكبير واللي الوراثية حاليا كل اللي ورته ثروت والتون العائلة هي كانت بفضل سام طبعا الانطلاقة دائما من العائلة بتكون من شخص وثم بيجو الوراثي وبحافظه يمكن أو ما بحافظه على الأموال الطائلة ثم بتتأبدأ من الأمور خليني أبدأ بكيف بدأ وطبعا كيف تطور ظروف كانت غير الأيام هايدي ولكن في بعض خليني أقول ضربة معلم كذا واحدة عملة سام والتون استطاع فيها أنه يصعد هالصعود الكبير في مجال جمع سروة كبيرة من المال بقطاع معين مهم جدا وهو قطاع اللي نحن نستهلكون أكتر شي خليني أبدأ طبعا بدأ كمتدرب شهري بخمسة وثمانين دولار فقط يعني عم شهد هون أنه كمان بداية متواضعة جدا وأقل من متواضعة بعدين مع الوقت تبع سيسات وقتها بدأ تأسيس المحلات الكبيرة اللي تابعه اعتاد الظهور بشكل مفاجأ بمحلاته بفاجئ بمحلاته لا يتفكت موظفين طبعا وصل عدد محلاته إلى ألف فرع مع مئة وخمسين ألف موظف استراتيجية اللي هي يفاجئ الموظفين يمكن بيأتي فيه فيه البعض من رؤساء الشركات الكبار بيكانوا بيفاجئوا الموظفين أو أصحاب المحلات الكبيرة خلينهم المؤسسين بيفاجئوهم مش بالتنكر ولكن بيكون شخص عادي بيأتي ما بيلفط النظر وبيذهب إلى أحد الفروع وبشاهد كيف بيكون التعامل مع الزبون بيسأل هو يمكن أسئلة بشاهد إنه إذا حصل معه مشكلة كيف بيصير فيه عنده من خدمة العملة بيلبوه يمكن يخد هيدا الدور خليني نأذهب إلى طبعا هون الصفحة الثانية لدائما ساموالتون عم تشاهدوه هيدا هو ساموالتون اللي لبس طائي ومكتوب عليها والمارت عمل سياسة جديدة جيدة كانت لطلبات العملة أنشأ محلات أنشأ المحلات قرب المخازن خل المسافة قصيرة جدا بين المخازن وبين طبعا المحلات تابعه لا يوصل بضايعه باليوم نفسه وهيك ما كان عنده هالعامل الوقت المخازن كانوا بقرب المحلات وشو صار قدر حق 35% نحن مش بسنة كعقد كامل عشر سنوات كل سنة كان فيه 35% 35% 35% على عشر سنوات كان معدل متوسط هيدا كان خليني يقول المعدل اللي عمله نمو 35% مش سهل ان يكون المتوسط المعدل يكون 35% في المائو شعاره ما كان هو وقلف كتاب ورا هالشي واللي هو شعار شراء كل ما هو امريكي يعني كل شي كان شراء كل ما هو امريكي رح التأي كل هالاشية ولكن سنتوقف مع اول استينغ في الحلقة بعدين حشاهد انه كيف شراء كل ما هو امريكي وما الى ذلك سنتوقف مع استينغ رقم واحد سموت اذا اعتمد سام والتون الشراء شعار كل ما هو امريكي وركز على made in امريكا made in USA خيانشهد هالشي كيف هالله مشهد made in china ما كان في شي اسم made in china طبعا شعاره كان شراء كل ما هو امريكي كان يشتري مواشرة من المصنع بدل من تجار الجملة كمان هايدي احد استراتيجيات ومنذ افتتاح والمارت ب62 الى 2002 تضاقل بيئة المقابل شوفه قوته وحضوره كان بسوق تضاقل عدد محلات التجدئة الى النصف طبعا كيف بدأ وبنى امبراطوريته والمارت بمناطق كان نظر الى الولد المتحد الامريكي جغرافيا وذهب الى المناطق اللي ما عم بتلاقي اهتمام هاي المناطق اللي ما كانت عم تلاقي اهتمام كانت بالجنوب والوسط سويا بدأ الامبراطورية بالجنوب والوسط الغربي وهي مناطق كانت متجاهلة يعني عمل الهجوم على السوق على مناطق كانت مجهولة كان من السهل انه يلعب له وحده بهذه المناطق طبعا حسب هون كيف بيكون بيدخل على القوة بعد اكتساب الشهرة حول عمل افتتاح فروع بالتجمعات السكنية اذا استراتيجية كانت الدخول هي من اصعب شي هي استراتيجية الدخول في السوق طبعا اذا بدأ ادخل بسوق وموجود الشركات بدأ يفوت و بتكون منافسة قوية جدا ولكن عندما ادخل مناطق متجاهلة ومهمولة ولا احد يهتم فيها منها السهل انه يلعب وحده في هذه المناطق والمط قديش كانت الارباح خلينا نشاهد بعض الارقام مخيفة جدا هتنصدم بهذه الارقام اللي عم نشاهد هوني مليونين دولار بالساعة تقريبا او مليون 800 ألف دولار الربح والمارد في الساعة الربح هم بيكون عالي جدا هم نتكلم نحنا مليونين دولار او مليون 800 ألف دولار في الساعة طبعا نحن نتكلم عن كل مجموعة الأعمال تبع والبارد كم سلعة في داخل المظام 140 ألف سلعة مختلفة معدل البيع بالمركز الرئيسي عم بيكون 140 ألف سلعة مختلفة كمان في سنين اللي هني 2012 و 2013 كان في تكسير أرقام قوية جدا هلح نشاهد سويا عام 2012 فتح أربع إلى خمس فروع أسبوع يعني في الأسبوع كان عم يفتتح أربع إلى خمس فروع أسبوع في الأسبوع في مناطق مختلفة أيضا كل هذه الأرقام ما قوى بزنس انسايدر حط أرقام أو حقائق ستصدومك عندما تعرف عن والمارت طبعا بيعملوا سلسلة لعدد شركات مش بس لو المارت أو بيعملها عن بلدين أو ما إلى ذلك بياخد معلومات بتكون خفيفة ومهمة وفي أرقام صغيرة جدا بيجمعها وبيكتب أفضل 11 رقم فيكن تلاقيوها هالإشي إذا بتكتبوا على جوجل تفتشوا عن بزنس انسايدر 11 معلومة مهمة جدا عن والمارت سأتواقف مع رقم 2 وأتابع طبعا أتابع دائما مع هذه الامبراطورية الكبيرة جدا اللي هي والمارت وعلى رأسها ساموالتون هو توفى ساموالتون وترك سروة وراء العائلة كلها 150 مليار دولار طبعا ما أسمع على زوجته وبناته وأبنائه وهلأ يمكن أحساده وتوفى عنده أحد الأبناء أو بعض الأبناء خلان شهد سويا هذه المعلومات طبعا سروة العائلة بدون ما يعملوا شي فقط مشرفين أو يعني مستثمرين بعضهم بالعملية 150 مليار دولار كعائلة نتكلم طبعا هذه السروة تصعد وتهبط طبيعة طبيعية هنا مع حركة سعر السهم بالبورصات والمارت هو سارته لمن توفى سنة 92 عن 74 سنة كان 23 مليار دولار العائلة الآن 150 مليار دولار طبعا السهم من 92 إلى الآن يعني عند وفيته عم نتكلم 92 إلى الآن ما كانت نشوف حركة السهم وما إلى ذلك كان 24 مليار دولار صوت 150 مليار دولار شاهدنا هذه الفجوة الكبيرة جدا برجع إلى هذه الأرقام المخيفة اللي قلت أنا عن بزنس من بزنس انسايدر بعد الحقائق اللي قال الموقع عن والمارت بيستحوز على ربع مبيعات كمان كلوريكسون لاحظوا ربع المبيعات هو والمارت مسؤول عنها الموز دب أي صنف ببيع في أكتر شي نحن شفنا أنه في 140 ألف سلعة تباع بالمركز الرئيس هون عم شوف هون الموز هو صنف الرقم واحد من مبيعات ه سنة 2012 وانا كنت هون شددت أنه 2012 2013 حصل فيها أرقام مخيفة جدا وحققت مجددا بكل والمارت الموز هو رقم واحد السلعة رقم واحد في ألباء بالألفين كمان لاحظوا الأرقام المخيفة بالمبيعات وعنشوف بالأرباح أيضا طبعا هون ها دي شركة بتبيع وبتربح أكيد المبيعات متعلقة بقوة مع الأرباح مبيعات بألف 2012 رقم مخيف جدا أقل من نص تريليون دولار وهو رقم أكبر من الدخل القومي الأرجنطيني عم تكلمهون طبعا سنة 2013 متوسط المبيعات تلاحظوا هذا الرقم المهم جدا تقريبا مليار ونص دولار مليار و300 مليون دولار يوميا المبيعات يعني برقم أو بآخر خير والمبيعات ببيعوا كل يوم أكتر من مليار دولار مبيعات يعني بتسكر الكثير وبسكر السندوق تبعا كل الفروع أكتر من مليار دولار مليار و300 مليون دولار قديش مسيحة متاجر كثير المتاجر ولا لا كم فرع لاحظوا المسيحة المتاجر إذا بتدخلوا على أي سوبر ماركت كبير هون بالمنطق وبتشوفوا مثلا كارفور وبتشوفوا المسيحة الكبيرة قديش مسيحة كل المتاجر وكل الفروع هتلاقوا رقم 34 مليون عم نشاهد هوني لاحظوا الأرقام أكتر من نصف مسيحة مقاطعة كولومبيا الأمريكية طبعا 34 هون هم نتكلم 34 مليون متر عم نتكلم على هال مسيحة الكبيرة خليني شاهد والمارت سنة 2013 لو كان والمارت دولي سيكون تصنيفه رقم 26 عالميا رقم 26 عالميا تصنيف لاحظوا قوة سلسلة المتاجر ك أخ عم قرنا مع دول ستوقف مع ستين رقم أظن 3 وأتابع أتابع مشاهدينا بعد الأرقام وما شفنا شفنا المسيحة شفنا عدد الفروع شفنا أي سلع بتنبيع خلننسب إلى الكادر أو إلى عدد الموظفين عدد الموظفين رقم أيضا كبير جدا قداش بتقولوا أكتر من مليونين موظف طبعا في الفترة الأخيرة صار في تسريح كتير من الموظفين وما حدخل بآخر فترة من شركة وما حدد الموظفين هم تتكلم فقط مرحلة تأسيس الشركة على عهد ساموالتون وأيام العز التي مرت بها الشركة مليونين وميتان ألف موظف أكتر من مليونين موظف الأعلى عالميا بعدين لاحظوا الأرام اللي بيدخلوا الأشخاص إلى المتجر نحن عم نتكلم لأنه خلينا نتكلم أنا أنسى السلع وأنسى عدد الفروع والمتاجر والمسيحة خليتكلم عن الكادر وقديش بيدخلوا الناس موظفين مع أدى بتواجهوا مع أشخاص بتدخل وبتخرج في أكتر من 35 مليون يتسوقون يوميا في الشركة يعني بيستقبل بكل فروعه أكتر من 35 مليون شخص بعادلوا عدد سكان كندا 90% من الأمريكان إذا بدأخدهم كل أمريكي بحياته جلس ربع ساعة في والمارت يعني خلينا نقول الأمريكان مش أي أمريكي 90% من أمريكي تقريبا أي أمريكي جلس ربع ساعة في حياته كله في والمارت هاي دي الاختصار من الأخير لحظوا أهمية أنه المحلات اللي بيأتي عليهم طبعا في بعض النصائح أصدر ساموالتون لكيف ممكن يكون في نجاح لرجال العالمي خلينا نشاهدهم سويا بالبداية طبعا أعطي عملك كل اهتمامك لا تركز وعطي كل اهتمامك وشارك أرباحك مع موظفيك وعملهم مثل الشركة ماذا يعني بذلك خليني بس هون اتوقف لأنه مهمة جدا في الخليج خصوصا هذه النقطة شارك مع موظفينك الأرباح وعملهم مثل شركائك لأنه كل ما بتعطيهم وبتربحهم كل ما بينجوا أكتر وبربحوا الشركة أكتر وبصيروا مثل شركاء صغار لأنه من غير الطبيعي أنه تربح الشركة والموظفين ما يخدوا حقون بالعكس في تحفيز أكتر وكل بصيروا مجبورين يشتغلوا مش فقط كرميل الراتب ولكن كرميل أنه حطموا الأرقام معك ويقودوا معك مرحلة عم تكلم لأيس الشركة معك لأيقودوا مرحلة تكسير الأرقام إذا في شركاء غير الموظفين كيف يتكلم عن شركاء فأيضا تحفيز شركاءك وشارك المعلومة مع فريق العمل لأنه ممكن كتير أي شخص بفريق العمل باجتماع مثلا خليني أقول مع الموظفين حدا عنده فكرة ومن أي فريق من العمل ممكن أن الفكرة تتحول إلى مشروع صغير أو كبير ويأتي بأرباح كبير جدا على الشركة سأتوقف مع هون أول فصل أفصل البرنامج كسماين سمعود وأتابع الحلقة عن والماتو عن سام والتون بالتحديد أنا أتكلم دائما عن فترة التي برزت فيها الشركة تحت قيادة سام والتون ماذا فعلت كيف حطمت الأرقام بعد وفيته بالفترة معنا بتدخل بإخر شي شو حصل لأنه رجع بعدين كمين هالأرقام تراجعت وحركة السهم مع ذلك نتكلم ونركز على حياة المؤسس سام والتون أهلا وسهلا فيكم مشاهدين مرة جديدة في حقيبة جهود طبعا نحن نتناول هذه الحلقة نركز على نجاح وحياة سام والتون ألف أو أسس أكبر إيبر ماركت في العالم أو أكبر سلسلة محلية تجزئة في العالم اللي هي والمارت معلوفة جدا وحضور كبير جدا بذكرون أنه كرفولو برقم اثنين في العالم والمارت رقم واحد حسب بعض دائما رح يذهب إلى بعض النصاح اللي بيعطيها سام والتون أيضا لفريق العمل للموظفين للشركاء أظهر دائما امتنانك وتقديرك لكل ما يقدمه فريق العمل لتجارتك طبعا فريق العمل عنده اهتمام خاص عم تشوف أنه مركز بقوة على فريق العمل عنده وبيهتم فيه وخصوصا رحقول هوني بس يعني ملاحظة أنه دائما قوات من شهد أنه عندما يدخل أنه الزبون هو مالك طبعا الزبون هو يحترم ومفروض احترامه ولكن أيضا بنفس الوقت لازم الزبون يحترم أيضا الموظف بنفس الوقت بطريقة السؤال أو التعامل أوكي عطول عنده أفضلية ولكن بعض الشركات أيضا صعيح بتكرم كتير الزبون ولكن ما بتسمح أيضا أنه الزبون يتطول ببعض الأحيان أو يتطول فيه أشياء بيتطول فيها الزبون على الموظف وهشي غير مسموح عنده للشركات ومش على طول الزبون هذه العبارة الزبون دائما على حق أو الزبون مالك طبعا فيه بدأ تمييز هالشي خصوصا إذا كان على خطأ الزبون مش بس لأنه زبون يعني لازم تتغير المعايير وأيضا هون من النصائح استمع لكل العاملين معك واحتفل بنجاحتك لما بتحتفل بنجاحتك مهم جدا لأنه أي نجاح بالشركة وبتحتفل فيه مع مناسبة بتشعر الموظفين معك برحلة أو بخليني يقول ويك أند أو ما إلى ذلك ولا تحتفل بالنجاح إنه صحيح هذه محطة توقفت عندها وانتهت أو مش انتهت أو بدأت عهد جديد مهم جدا عهد زهبي يشعر بها أنه هناك مرحلة بدأت أو هناك مرحلات تحقق فيها التارجت تحقق فيها الأهداف وبالتالي الاحتفال بأن نجاحات الشركة في تاريخ معين وفي مكان معين غير الشركة بيكون محطة لا تنسى وتنتظر أيضا في السنة المقبلة وتحفز أيضا وهي احتفل بنجاحاتك أيضا بعض النصائح بركز كتير على التكنولوجيا وبيقول استعمل التكنولوجيا رغم أنه على أيام التكنولوجيا يعني كانت بعدها ببديتها مش بقوة الآن طبعا التكنولوجيا هنا يقول لتخدمك تخدمك في عملك في شركتك ولتطور أكتر وهالشي برهن ونفذ فورا كانت من أوائل المتاجر اللي قدمت فكرة البركود بأمريكا اللي هي وانمارت طبعا هوني كمان عنده الجملة المشهورة جدا وهي شركتك تبنيها على أرضك وهي كانت هوني بسبب بداية التأسيس لأنه كان ببداية هو واخو وثم الأرض مش إلن وترك الأرض وذهب إلى أرض تاني وبالتالي كانت الأرض اللي بلك تبني عليها الشركة خاصتك لازم تكون الأرض ملكك تساعدك كثيرا بالنسبة البركود كان كتير مهم نزول البركود لإدارة المخزون بطريقة أفضل وتنظيم سأتوقف مع ستينج وأتابع دائما أتابع مشاهدينا مع بعض النصائح المهمة جدا والذهبية من سام والتون طبعا هذه الشخصية القوية الكبيرة جدا في مجال السواء المهم اللي بنستعمل نحن يوميا بيقول أنه دائما في حجم أعمالك وفي شركتك تجاوز توقعات الزبائن يعني ماذا يتوقعون الزبائن يجب تتجاوز التوقعات وأيضا يجب أن نفقاتك لازم تتحكم فيهم أكثر في تحكم أكثر بالنفقات أكثر من المنافسين وهي دي كتير مهمة السباحة ضد التيار كتير مهمة جدا لأنه بقول إذا كل الأشخاص أو كل الشركات عندهم نفس الاتجاه كلهم وإنت ذهبت معهم بمرحلة معينة أو بموضوع معين مش معقول أنه أنت تحقق شي مغير عنه ولكن إذا ذهبت عكس التيار بمكان مناسب طبعا مش أنه عكس التيار بأي شي ولكن ممكن تحرز أي شي مثل ما هو وقت ذهب إلى مثل ما إنه فتتح معالته نظر لقى منطقة جغرافية مهملة كليا بجنوب ذهب وفتح بجنوب الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ أوتو ثم بالقوة الصعبة لكبار خليني أقول لأسسوا شركات كبيرة جدا بعدها موجودة وفاعلة وهي أسهم بلو تشيبس يعني موجودة بقوة بالأسواء المالية بيل جيتس طبعا سريعا جدا هون كمان بداية كانت صعبة جدا ساعي في الكونغرس يعني كان ساعي في الكونغرس لبيل جيتس لكو نصار على مايكروسوفت عشان كان يسلم الصحف على دراجته الهوائية صحف طبعا هون لكوين على وارن بافت همتكلم نحن عن وارن بافت بيل جيتس أغنى رجل في العالم وارن بافت الثالث أغنى رجل في العالم أو الرابعين كده عزارة صار مثلي دي أو يعني أول خمس اثنين هون هون همتكلم لكوين حصلوا خينزم إلى سام مالتون حلب أبقار العائلة وبالتالي يمكن الحليب وما إلى ذلك دخلوا بفرع الاستهلاك للإشية الاستهلاكية وأخذتوا الفكرة مايكل دل المهم جدا كان يغسل الأطباك في مطعم صيني ولاحظوا دل وين حصلت إذن هايدي كانت يعني الشخصيات الكبيرة جدا إلى أين وين كيف بديت البديت المتواضعة مش مشكلة الأصل النهايات طبعا خينتوقف مع آخر وقفة وأنهي الحلقة مشاهدينا أنهي الحلقة ولكن قبل النهاية خينوا نعرج على الدولار الأسترالي وعلى الدكس لأنه مهم جدا حركة كبيرة جدا عم تحصل بالأيام بالجلسات الأخيرة إن كانت بأوروبا الأسهم الأوروبية طبعا القائد والدكس الألماني أو إن كان في الدولار الأسترالي شاهدنا هذه الحركة التي أتت على الدولار الأسترالي وتميزت بأكبر حركة في مجال العملات حالية حني أذهب إلى الدكس طبعا مع اليونان الدكس كسر عدة مرات رجع الـ 11 ألف وشاهدنا هالشي عدة مرات وكان هالشي مع أزمة اليونان وعم تشاهدوا إذا على تشارت اللي الموجود على الشاشة لاحزوا الحركة طبعا هو كسر 11 ألف ويعود وفوق 11 ألف عدة مرات وكان وصل لمستويات عالية جدا فوق 13 ألف ولكن فوق 12 ألف 300 ولكن اللي بدي أقوله أنه كسر الـ 11 ألف قتا مع أزمة اليونان وعدة مرات يعني رجع عملها مثل نقطة إركاز الدكس إذا بدي أحكي تاريخيا يتمتع بتزبزب عالي جدا وكنت عدة مرات بحسابق ومن آخر سنتين كتير اتناولت مؤشر الدكس وتكلمنا عنه لأنه مؤشر الدكس ليس كما الدو جونس بستطع أنه يتحرك بقوة وتزبزب عالي جدا يعني شاهدنا كيف الدكس من الخمس تلاف صعد إلى بسنتين تقريبا دوبل وبالتالي صعود وتزبزب عالي جدا على الدكس وحساس جدا على وحدة مناطق اليورو لأنه ألمانيا هي اليورو وأي شيء يخص اليورو بقوة سيتأثر فيها الدكس بدرجة أولى طبعا كشهرة الآن بدأت الشهرة تنطلي أكتر على الدكس كان الأشهر فالفوتسي يعني عنده الشهرة الأولى في أوروبا ولكن بالسنوات الأخيرة مع الأزمة العالمية وتقريبا يعني الفوتسي هو على جنب شوية من منطق من اليورو بيتفاعل معه بقوة وكل شيء ولكن ليس معنيا درجة تانية مش درجة أولى درجة أولى إلا أنه أكتر الكاكرونت والدكس الدكس هي الموجودة خلني أذهب إلى الدولار الأسترالي اللي بالفعل صار في حركة كبيرة جدا عليه في الفترة الأخيرة وخصوصا بمناطق يعني حاليا نوصل إلى أدنى مستوى منذ الأزمة العالمية يعني فقط في الأزمة العالمية عندما نهار فقط سجل عند مستويات الستين ولكن حاليا عم شهدوا بمناطق السبعينات أول مرة بيسجل هذه المستويات في منذ الأزمة العالمية انسوا هذا الأنيار اللي حصل أثناء الأزمة العالمية لفترة أسباع أو أشهر واللي هبط فيها إلى مستويات الستين ولكن إلى مستويات الستين ولكن فعليا كان هو هلأ بأدنى مستوياته فقط عدا هذه الفترة صغيرة طبعا بتذكرون دولار الأسترالي كان وصل إلى مستويات عالية جدا عند الواحد عشرة ومستويات واحد عشرة تفوق فيها الأسترالي على الدولار الأمريكي بعشرة في المئة الآن الدولار الأسترالي أقل من الدولار الأمريكي يعني وقتا كنت تقول دولار الأسترالي هو واحد عشرة يعني إذا عند الصراف بحط دولار الأسترالي بيعطيني حتى دولار أمريكي بيعطيني أقل من دولار أمريكي مش ورق الدولار أمريكي مع عشرة سينس متلقبت هيك بتنتهي قصة دولار وصالت معنا وقت كتير من تكلم هنرجع نتنوى لهذه الاشياء بحلقات مقبلة بدي هون نذكر بالتويتر والعنوين موقع البرنامج بتقدروا تشاهدوا طبعا سيئة بسي أريبيا دوت كوم فيكنتلي وهذا إيميلي جو دوت هوا أمانا كابيتل دوت كوم فيكن ترسلوني على الإيميل التويتر موجود التويتر موجود بيشرفني هيدا هو عنويني على التويتر بيشرفني كتير متابعتكم طبعا شكر موصول وهيدا موقع شكرا مشاهدينا على هذه المتابعة ونرجع ملتق معكم بحلقات مقبلة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة